يفم سات ناف وتجهيزات والمواد الطبية والوقائية التي طلقها سبيتار القصاب ويقول لنا زيدا في خبير زين على مشروع مكلتنا لتثمين التراث الغذائي التونسي أريش حاضرة كي العادة باش تبتلكم صحيح مالغالط في الأخبار اللي قاعدين نشوف فيها على الريزوسوسيو وبالها اليوم باش نحكي معها ل 24 ساعة سبار مع طبعا عودة على الجورني متاع البارح في الشمبيونز ليجة الأوروبية وحديث على نهائي كأس تونس مع ذيوفنا باش نحكيو على الأسعار باش نحكيو على الانتاج و باش نحكيو على الانتخابات سوهاي البخريس كتب عام الفرعة الجامعية للصناعات الغذائية نحكيو معها لتوقف انتاج المصانع اللي تعتمد على مادة السكر السكر مفقود دونك الخدمة تنجم تيقف كليا محمد رجيبية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بالزراعات الكبرى نرجع معاه للحديث عن الزيادات في الحليب دعوة للترفيع في سوم الحليب بثمانية مليم كاملة التفاصيل إن شاء الله في ساعتنا الثانية في ساعتنا الثانية كالعادة نختمو بشوية سياسة علاء بن نجمة رئيسة مرصد شاهد نحكيو معها على حسب قولهم خطر سياغة قانون انتخابي على المقاس هي الأخبار ممش ذيك الكل برامو اليوم هاكم ما تسمعوا أما أرزمو احنا كالعادة باش نبدأوا بالأخبار الزينا دعونا نتلقوا توت سويت في حلقة الخميس 8 سبتمبر 2022 ميساة نوف على ايفام صباح النور علي صباح النور خالد صباح النور الناس كلي قاعدين اسموا فينا كما قلت ما فهمش خير من انه نبدأوا نهارنا بخبير الزين والبداية اليوم بش نحكيو عليه معهد القصاب ومستشفى الرازي في منوبة اللي تسلموا هيبا متع تجهيزات ومواد طبية ووقائية اللي هيبا هذية تبرع بها كل من مجمع الصحة العالمية بكندا ومؤسسات تنموية وخيرية وبموسين دزيدا من الاتحاد التونسي للتضامن وصفارة كندا في تونس وتتمثل هيبا هذية في أسرة طبية كهربائية وكراسي متحركة وأغتيام تطفيله كما ما يتغيرها من المواد اللي نجموا يستعملوها الزوزس بتارة ديمة اللي هما القصاب ومستشفى الرازي باي باي كله باي مرحبا بكل من جايوها نينا وهديلنا أي حاجة هاي الخبار اللي بعد نمشيو للأخبار الثاني نحكيو عليه مشروع ماكلتنا اللي انطلق البارح مشروع هذه هو لتثمين التراث الغذائي في تونس ويخدم حتى الطوى في أربع مناطق نموذجية هما زاغوين والمهدية وتوزر وتبرقة نحكيو على عين درهم بدعم من برنامج تعاون الفني الألماني والاتحاد الأوروبي يهدف المشروع هذه اللي يمتد على سنة كاملة تقريبا إلى النهوض بالموروث الغذائي التونسي في تطوير السياحة المستدامة وتم الانطلاق زادا مع مجموعة ميناء المهنيين ومن خلال مجموعة من الورشات باش يلقوا كيفاش تم تثمين الأكلة التونسية في السياحة معناها باش نشجعوا أكثر على السياحة التونسية سعرف العباد تسمع فينا وتقولك شبيوها ما دوم يحكيوه على الماكلة والحديث اللي دي ما يتسمعه وفي الموضوع هذي بذيت نفهمش ببرشة انجازات بلدين بنات استراتيجيات سياحية كاملة على الماكلة تنمشي هذه البلاسة لتنمشي الحاجة الفلانية وتنمشي هذه البلاسة لتنمشي مثلتهم الخاصة وغيره أما بعيدة على السياحة نحكيوه هنا على جانب صناعي كلكم ووقت اللي اكتشفت انه الاسواق الافريقية تقريبا لكل مليانة بكوسكسي مايدين فرنسا كوسكسي راه صونيعة في فرنسا معناها باش تفهم انت كي تتروج للمنتوج الغذائي متاعك شنوب نجم تربح مش سلموه على المستوى السياحية مع المستوى السناعي مستوى الاقتصادي مستوى التصدير وغيره وقتلك فالاسواق الافريقية الكل يعني قمنا بالوقت اللي اول في كورة ايوار نجد كوسكسي ماد مدى في فرنسا في سوبره دولت الواحد لذا انت تروج لوكت اشترون كوشي نجد انه في الأسواق الافريقية الكل الكوسكسي اللي بيعوا فيها كل صناعة في فرنسا وي مستوى كوسكسي سا ا extrapolحنا عشنا مدافعين على التراث الغذائي هناك ممتعنا شكرا شكرا على اللي وعلى اللى الاخبارات الزهنا كان عادة للينا بدأوا بها بعد قليل نحكي وكورة مع هادي بخوش تبارح جورنية سخونة يسر في الشمبيونز ديج الأوروبية ترى حقلتها ليفر بول مرة أخرى بقيادة كلوب في نابولي كانت نجمة تكون نتيجة فاضحة مفيتة 4-1 كهو تفاصيل الجورنية كاملة مع لي في 360 دجري سبرة شايم صباح النور شايم صباح الخير خال صباح الخير كيف تم استمرون يا فهم أحويل الطرقات تود سويت صباح النور بلها صباح النور حالو شكرا يا مور الحمد لله لباس أنت محضر راحك لحنا في أسبوع نهاية كأس تونس أسبوع نهاية كأس تونس البرحة شامبينز ديج أونز جيبر برشة جوة برشة جوة نبدأ باللوكال نبدأ بالنهاية كأس تونس معلومات على البيعان بتاعتها تذكر بظهبتل إن شاء الله نهارتل السبت وشيكون نهاية كأس تونس بين ناديل سيق سيامة مستقبل المرسى نهاية خلينا نقولو كأننا نشوفو باللي تيتر نلقاو بريس كيكزيكو ستة لسيس اس خمسة للمرسى دونك شك أس كو بش تعدل المرسى والسيس اس بش تكمل الهد التيتر السابع رغم إنه رغم موجود مستقبل المرسى في قصة في الرابط الثاني اللي طلع الموسم الفارط والسيس اس اللي فريق معاودنا يلعب على الألقاب يلعب على البطولات موجود تقريبا في الاربعة اللولانين في كل موسم نحكيو على انطلاق باية على تذاكر اليوم إن شاء الله انطلاقا من العشرة تصبح اليوم تبدأ باية على تذاكر بالنسبة لجماهير نادي السفيقسي واللي يبدو في ملعب طيب المهير يبيه السفيقسي اليوم في زوز شبابيك شبك رقم واحد بالنسبة للتذاكر للتذاكر من فئة 15 وعشرين دينار بالنسبة الشبك رقمها ثنين بالنسبة للتذاكر 30 40 وخمسين دينار دونك اليوم جماهير السيساسي بنجمه يبدو يمشي وياخدو التذاكر متاحهم و 15 ألف تذكرة خاصة بجماهير النادي السفيقسي عنا معلومة أنه أربع لاف تذكرة بشي تبن بايحهم لهنا في العاصمة نعرف برشا جماهير النادي السفيقسي موجودين بعض دادة كبيرة لهنا في العاصمة في كل مكان موجودة جماهير النادي السفيقسي لكن نستنعوا في نهائي فيه زوز جماهير زي دا مستقب المرسة عنده جماهير زي دا اللي نورما ما تذكر يبدو يتبعوا غضو مستقب المرسة خليني نحكي ورياضين اللي بدي البرح في ستاج مغلق في مدينة الحمامات بش تقعد حتى اليوم المباراة بش يجي الدرب في رادس وبعد يرجع للمدينة الحمامات كل يوم بالتوفيق للزوز في راق معاش بش تفرش فينا لانتي والله خلودي نهار طبعا منعرش طبعا هو ستة المارش ستة المارش بش يكون بش لتعدى بارتي با انتي ماشي طبعا ان شاء الله بش نكون موجود غادي في الواحد بش نعلق لهنا مباشرة من علاقية بش نكون موجود مع زملائي فيه بش نعلق يعني من الملعب بش نعلق من الملعب بش نعلق من الملعب بش نعلق من الملعب بش نعلق معلومة اخرى للجماهير اللي الوزارة الداخلة يتأكد انه الابواب بش تغلق من الخمسة منتع العشية يعني الماتشة الستة الخمسة منتع العشية مفاما حتى نقولوا نحنا ذبنا تدخل الأستاذ ان شاء الله ما تصيرش مشاكل في بيعانة لتساكر خاطر تعرف فينا كل شخص عنده زوز تذكر عنده الحق في زوز تهاكر ما عاش فاما بش يخدمهم خاخهم هم تهز زوز العائل وعايشين في بريود كريتيك شوية في علاقة معناها في حكاية علاقة المواطن بالأمنيين نضاكم ماذا بينا وان شاء الله ما تصيرش حتى مشكلة في الدور نهائي والله العظيم الحل سهل لأنه بيع التذكر عبر الانترنت الحل ما فاماش ما أسهل منه ما فانتش أنا للتوا علاش التذكر متعنا مثلا تذكر كأس العالمي خاطرش الجماهير متعنا ما همش كل كونسرني بالانترنت لا لا طول الانترنت موجود في فاما لا حقيقة أنا مانيش ممن بها برشة ليحنا والينا شعب ديجيتاليزي برشة وانتي شفت حتى سياسين لانتي خبيت شاركوا فيها أكثر من زملين والاستفتاء الاستشارة الإلكترنية ما فاتوش خمسمائة تلف وكلهم نحكي انتي تفهمها رانا 2022 توا رانا 2022 في بيلك تونس اول بلاد عربية خد دخلت الانترنت يا والدي معاك تنجم التطبيع بارتي بارتي على الانترنت و بارتي على الجيشية ما الجيشية لازم منه على خاطر هدك هوا خاطر عندك ده كاركتوريستيك متاع مواطنين اللي يمازل فيهم برشا يحب يمشي الجيشية وما يمين من التسكرة الا ما يمسها معناه فهمت؟ معناك تجيب الورقة مطبوعة موشي منها فهمت؟ اعمل بارتي و بارتي اعمل بارتي و بارتي؟ والله هي اول حاجة الحكاية متكلفش الحكاية مفيهاش برشة مش تخرجلك ورقة فيها كود كوير وكود متاع انك خلصت في الباب طرقة واحدة عادي الكود كوير تدخل على روحك يعني لا حتى بالبرتابل حتى بالبرتابل مش بالورقة ناجم بالبرتابل كما في البرتابل ما رينا في البلدين العربية ما نحكيوش عن البلدين الاوروبية نحكيوه في البلدين العربية موجودة مازلنا شوية احنا في التونس الحقيقة مازلنا برش نحكيو فيهم على الشمبيونز ليج البارح الدفعة الثانية من براية الجولة الاولى لربية الابطال الاوروبية تفادل باب الحاجة المحيرة هي ليفر بول ليفر بول الحقيقة ان شاء الله يقعدوا كيك خدت لك ليفر بول اللي خسرت البرحة امام النابولي ما خسرتش اثنين واحد ما خسرتش واحد بليج خسرت اربعة واحد هل تفرجت شوية؟ راهي نابولي كان رزنة شوية بركة الماتش يوفى سبعة ثمانية نحكي معاك بجدي الماتش الماتش ديجا من الميتان لول يوفى خمسة ستة تقريبا بنفسي في كتب خروج ماني ساديو ماني ساديو ماني ساديو ماني محمد صلاح مثلا اللي حد الان ما كانت هبوت على خاطر فما كانت خدمة كبيرة تتخدم ماما بين ماني وصلاح ساديو ماني وداروين نونيز ما هوش البروفيل اللي ناجم يعوض ماني ماني بلاست ماني ذاهر اثنين مشاكل كبيرة ياسر على مستوى وسط الميدان في ليفر بول ميلنير كبر ارثور اللي جابوه ماليوفي ما زال ما هوش حامر ما هوش حاجة خشينا ياسر اذا اي ليفر بول باش تعمل سيزان 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 مدة كبيرة رغم الخروج ليفندوفسك لا تقفل تعمل سيزان 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 في جمعية الورشة غستين زيدا معروف بدفاعه على الفئة المهمشة حقوق الإنسان ورفضه للتطبيع ومناصرته عفوا للقضية الفلسطينية ولكن حتى التواه ما تمش الكشف عن أسباب الاعتقال المتاعه الاعتقال هذيه أثار موجة استنكار من الحقوقيين والصحافيين واعتبار اليسار وطريقة الاعتقال المتاعه هو تضييق على حرية الصحافة حرية تعبير الحقيقة حابينا انه يكون معانا شكون من النقابة لكن نتفاهم ان النقابة خايرة انها تكتفي بالبلاغ اللي هابطته وما تعطيش حتى تصريح او تفاصيل قبل ما يتم استكمال التحقيق النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب احتفظت بغسين خمسة يام قابلة للتمديد نقابة كما قلت اكتفيت بالبلاغ شوفوها على EFM TV اللي ادنت فيه اللي صار الغسين واعتبرت انه الملف متاعه خالي من اي دلة تدينه واللي غسين ما يتوصفش انه محل شبهة خاطر مفهمة حتى سبب حتى التوا يكشف عليش صار الاعتقال هذي الموضوع بش يبقى مفتوح نتندن واحد منهم يقدم الدليق الامتاع كما ببارشة مواضية احنا اليوم حاولنا ببارشة اريج عمت بكو ديفور بش نحاولو نناخذ معلومات ما نجموش ما نحكيوش عالي الموضوع متاع اللي صار البرح في البساجة ما حابينا ناخذ معلومة من السورس للأسف الوضعيات والاتروحات قاعدة تختلف ما بين الشهد عيان وما بين الرواية الرسمية متاع وزارة الداخلية وما بين عبدكنت حاضرة السوربلاس اللي يتحدث على تابدل بالحق للمقذوفات ولا اللي يتحدث على السرعة كبيرة في استعمال الرساس نتوك احنا حابينا ناخذ معلومة على ديما القضايا قضايا كبيرة القضايا عليها شوية تعتيم مازال حتى التوا ممكن مازالنا خطر صباح ممكن توا تسخن شوية الامور نتوك تابعوا الحكاية في على امتداد النهار في مختلف برنامج برامج EFM اللي نعرفوه توا هو أن نيابة العمومية بالمحكمة الهدائية بتونس أذنت بتعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث حول ملابسات وفاة شاب البارح بجهة البساج في العاصمة بطلق ناري من دورية ديوانية وهم قاعدين يحجزوا في كرهبة مليانة بدخان كونترا الشاب توفع وعاون من ديوانة أخذها على الجراحة وتم إيواءه في غرفة العناية المركزة في واحد من اسبيترات العاصمة في أي وقت دينا معلومات إضافية على الموضوع هذيه أي جديد في ما يخص الموضوع هذيه طبعاً وفيوكم بيه في البرنامج بتاعنا مرسي بكو ريج أحنا بش خاليوكم على الموزيكة بعد شوية بش نحكيوه على السكر فمشكون غير ما نسمي واحد من المسؤولين جنجن شوية على السكر كينتفكروا أشهر التالي وقال السكر مش نطيعنا من لازمنا نحيوها لازمنا من نقصه في الكنسوماتيون طيعه ونو اليوم ناكلوش سكر جملة يا أخي ربي سبحانه هاو تقطع على السكر هاو تقطع على السكر جملة وهاو المسانع معاتش عندها بش تنتج أساساً المنتوجات القائمة والتي تعتمد كلياً على السكر المواضيع نحكيوه فيها بعد الغنية مرحب بكم جديد 47 تقيقة بعد شوية نحكيوه على المشاكل متاع السكر وتوقف انتاج برش مسانع يعتمدوا أساساً في انتاجتها على السكر التفاصيل بش ناخدوها مع سهيل بخريس كتب عام الفرع الجامعي لصناعات الغذائية والسياحية وتجار والصناعات التقليدية مقبل هذه الكلاعادة وقاية أحوال الكلاسات مرحب بكم جديد 57 تقيقة كيما قلنا بش نحكيوه على توقف انتاج المسانع اللي تعتمد على السكر كلياً بداية مليوم هل الأخبار هذه صحيحة ولا لا بش نتأكله مع سهيل بخريس كتب عام الفرع الجامعي لصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية يسبخيتي سهيل سبعة خير سيخان هل فعلا اليوم سيتم توقف انتاج المصانع لتعتمد على السكر كلية؟ اليوم يبدأ بعض المصانع إلى غدوة اليوم سيتم توقف عن تجمة السكر لفقدانها لعدم تزويد ديوان التجارة المصانع لتعتمد على هذه المادة اللي مادة بالسكر ما هي الحلول التي ترحتوها؟ ما هي الأثنيات التي تلبتوها من الحكومة؟ غير الأثنيات اللي مخصوبة من الحكومة كانوا يقع معها رجال الأعمال أو أصحاب المصانع مثل المطلخيص للسكر نظرة عزز ديوان مع تعالى توفيل الكمية المطلوبة لكن هذه هي موقع عشرة ما هي؟ هذه حتى وإن كان ترحها بش يكون موش حل على المستوى القريب معناها توا ما فهمش احنا في وضعية متعليه حلول؟ لا بالنسبة شوف بش نبدو نحكي واضحين بالنسبة للسكر وقع نقصها انتداء من شهر جواه شوفت من شهر جواه واحنا نحكيه على الموضوع ونلقي نش حولوه ونلقي نش حولوه في آخر شهر قوت عنا بعض النصارع في بن عروس وقع تزويدنا بكميات ضائلة معنا نتلبيش الحاجة في نسبة معنا نتعاركم المية المكروبة يعطيك نصر عشرة في المية أو عشين في المية إلا حد قولت البارح معنا عدم التزويد كله معنا ديوان تجاري يفقي معنا نتلبيش المادة هذيه تنتظر كونه يقع متى توريده من جزائر أو تفرع متى إفصال الشحنة اللي متى فيها اتفاق مع الدولة الجزائرية اللي يقوله اللي كونه ما بين يوم أو غدوة بعد غدوة متى تدخل بيه على المستوى على المدى الطويل حكيوا على ضرورة الاتجاه نحو الترفيع في إنتاج اللفت السكري على مستوى محلي هل هذي ينجم نرجع ونقول على مستوى على مدى طويل يمثل حل كامل والله هو على مستوى طويل ليس يمثل حل كامل معتها 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 نرجع الزراعة نتفصل ومنره وكذا ونجد ان يكون حل بصولي معتها حتى كان فهمه النقص عن كل نقص معتها في كمنايات معتها محدودة لكن النقص اللي حاصل عنا معتها معتها معنى حتى معنى حتى 10% من اكتفاء الذاتي معتها من مدى الصكر باية بش نفى مؤكتر كيفش بشتغثر عننا الحكاية شنية المنتوجات مثلا قد ابرتير دو غدوة قد ابرتير دو جمعة الجي شهر الجي ما عادش بش نلقاهها في السوق هي رجاء المنتوجات هذه قلت وشحت برشا يعني أنك تقول مشوبات رأسية مثلا في السوق التنصية تقول المادة في السوق مش بقلة تدخل كونترا ها؟ في السوق مش بقلة تدخل كونترا لا هذيك مصنع محلي هني قلت لك تدخل كونترا وهذا اللي أفتر علينا تقول أنت المادة بتاع البسكري معنا نعمل البسكري مش قاعد يخذف البسكري نلقاهم مورد من زائر يدخل في التجانيات هتم موافقين عليها العملية التوريد هذيكة بتاع البسكري من زائر؟ لا بالعكس بالقابلنا حتى السيد الولي بتاع بن عروس فهمتني ألحين عليه باش كونه معنا معنا العملية هذيك فهمتني فهمتني مش معقول مش معقول كونه معمل ينتج يخدم في 1200 حدان كما معمل البسكري ما نمكنوش من مادة السوق ونعتي ترخيص فهمتني المورد باش كونه يجيب الكمية هذيكة معتها وقتها يحيل 1200 عامل على البيطان والخاص الوحيي تقرج هنا هي الدولة التنصية كما اليوم أرعانه لو لنا يجيبه معتها في مشروبات غازية معتها غير محلية وليك متوفرة عند الناس كله عن نس كله معتها هذيك كله معتها يراوي ويلا بالاختصار التونس بايه دخليه في البسكوي والجازوس شنو اخر باش ينقص في الهيامات هاي الياغورت اللي تعتمد اللي تعتمد على السكر انتي تعرف اللي ما عامل لحليب بصانع لحليب الربح متاحه مش في الحليب هو الربح متاحه في السكر اللي تغطي به نحس نتعرف عليه في الحليب كما تمكنش في ميت السكر مع السكر الحليب لا يوجد في الميت السكر هذي 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 نبدأ نرى قلت انتي بدينا نرى في الهيامات المتاعه باش تتضاعف في الهيامات المتاعه حسب قولك تبعاً واضح بركة الله فيك على التوضيحات هذي 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 رويحكم مواطنين انه توسكي مصنوع بالسكر باش يبدأ مفقود في الهيامات المتاعه وهنا يعان الاختيار يا امن من نتوجه احنا بيدنا للمواد متاع الكنترا ونشاجعه الاقتصاد المويزي معناها طبعاً انا ما نشجعش عليه وموش بشي عرية لخطر عنا اقتصاد تاوليد لازم نمنعوه يا اما نقفوا مع العبيد هذي والدولة تقفوا تلقى حولول العبيد هذي باش يرجع الانتاج في المسانعة بتاع السكر ساعتنا الثاني نحكيو فيها اكثر مواضيع ان شاء الله خليكم معنا شخليكم معنا شايمة الاخبار ورجعين في سيتنوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة